هل من البداية وأنا بختار شريك الحياة هل لو لقيت أمه بتحبه زيادة أو يعني مسيطرة شويتين تلاتة هل ده يستدى أن أنا فاركش الجوازة يعني أقول ده بقى خلاص ده ابن أمه بقى وهيعمل لي مشاكل بعد كده ومعندوش شخصية إذا كان ملوش شخصية وإذا كان الشخص ده هي أمه هي اللي بتختار له هيلبس إيه هيكل إيه هيشرفين لما أجي خارج أنا وخطبتي فهي اللي تختار لنا هنروح فين يبقى ساني واحد إحنا نتكلم هنا بقى وإحنا بنتكلم عن شريك الحياة هو إزاي يختار شريك الحياة يبقى أنا هتكلم على المحاذير والممنوعات لو لقيتها يبقى ما يفعلش يبقى شريك أصلا زبط لما أي شخص بيتحكم فيه عموما أي شخص بيقوده أبوه أو أمه حتى لو صحابه أنا عندي كيس اتطلقت بسبب أن صاحبه هو اللي بيمشي بيته لا لأ أنت جبته ده كتير أنت إزاي تعمل كده مرتك هتأخذ عليك كده مش عارف إيه فأي راجل أي حد يتحكم فيه أي راجل حد يتحكم فيه أمه بابا صاحبه الأنتيم أي أن كان لا من غير ما تفكري يعرف أن فيه هنا ريد فلاج ولكن فيه فرق ما بين أن بابا وماما ينصحوني في حاجة هما شايفينها غلط وأن هما بيقودوا ويسيطروا على حياته فيه جاب كبيرة قوي ما بين الاتنين عشان ما ما اسمعش البابا بينصحوا ومامت بتنصحوا فأقول لا خلاص ده وحش وحش إذا كان هو بيسمع الكلام حتى في الغلط طيب عبدالله آخر حاجة بقى آخر سؤال خالص إيه أهم حاجة وأنا بختار شريك حياتي يبقى عيني كده إيه بص عليه أوكي أول حاجة نختار حد شبهنا دينيا فكريا ماديا اجتماعيا أوكي نبص البابا وماما عاملين إزاي يعني أب الولد وأمه عاملين إزاي وهو بيتعامل معهم إزاي والعكس صحيح عند البنت